قال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله إن هناك مصارا تنازليا في سعر الفائدة مؤكدا أن الدولة على بداية الطريق الصحيح نحو التوازن الاقتصادية في ظل الدعم الكبير من القيادات السياسية وأكد محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفية أن مصر لديها ما يكفي لسداد التزاماتها خاصة مع توحيد سعر الصرف مشيرا إلى أن وجود سعرين للصرف في السوق يضر بالاقتصاد بشكل خطير وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف للحفاظ على قيمة الجنيه المصرية وذلك ضمن جهود الدولة لخفض معدلات التضخم الذي يعد من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد